الحمد لله الذي نور النور وشع شعه وأنزل الماء وأنبعه وقدر الرزق والسعه وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه حياكم الله إخوانا الكرام حياكم الله أخواتي الكريمات ومع حلقة متجددة برنامجكم أمور حياتنا نتعرف فيها على جوانب أشرقة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى نستضيئ به بها في حياتنا ما أجمل أن نتشبه بالنبي الكريم الذي قال الله جل وعلا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا اللهم صل عليه ما تعاقب ليل ونهار ومناخ قمري وطار تأملوا معي جانبا من سيرة العطرة في إكرامه للضيوف وحرصه عليه الصلاة والسلام على أن يباسط ضيوفه وأن يضاحكهم ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل بنا ضيف بدوي يذكر هذه القصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم التي يتجلى فيها حسن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه ويخبره بالأخبار الطيبة وفلان أسلم وفلان أسلم يعني يعطيه أخبار عن نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي ثوبان رضي الله عنه حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا يعني مستبشر فرح بهذه الأخبار الكريمة الذي جاء بها هذا الضيف حتى إذا انتفخ انتفخ النهار يعني جاء وقت أكل في منتصف النهار وقت غدا قال وحان أكل الطعام حتى إذا انتصف وانتفخ النهار كما جاء في الحديث وحان أكل الطعام دعاني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلي مستخفيا قال أن أأتي بيت عائشة رضي الله عنها وأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا يعني روح شوف بيت عائشة وشوف شنو عندها من أكل ترى عندي ضيف يقول ثوبان رضي الله عنه فأتيت عائشة فقالت وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْهُدَى ردت النبي صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْهُدَى فطن رضي الله عنه وأرضاه وشعر بعد أن جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما في أكل في بيته يقول الصحابي ثوبان رضي الله عنه حتى رأيت لون وجه النبي صلى الله عليه وسلم كسف يعني متعومس في لهجتنا و يعني زعلان أنه لا يوجد طعام في بيته حتى يطعم هذا الضيف البدوي يقول ثوبان رضي الله عنه وكان هذا البدوي عاقل فطن ففطن فماذا قال شوف ذكاءه ورده عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل البادية معانون في زماننا يعني أمورنا الله جل وعلا سهلا قال لسناك أهل الحضر إنما يكفي أحدنا القبضة إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها الشربة من اللبن يعني خلاص هذه تكفينا ما يحتاج أكل ووجب الطعام وغير ذلك وهذا من ذكائه وتخفيفه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا حدث بعد ذلك نعرف بعد هذا الفاصل يسير بتيسير الله القدل حياكم الله كما الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ومع هذا المشهد الذي يتجلى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أكرام ضيفه وحرص الضيف على ألا يحرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثوبان رضي الله عنه وأرضاه فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت سبحان الله الله رزقنا عنز كانت يعني المشهد وفي هذا وكنا نسميها ثمرا العنز هذه سمونا ثمرا فدع النبي صلى الله عليه وسلم باسمها وقال ثمرا ثمرا ينادي هذه العنز وهذه من ملاطفة الحيوان وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلاطف الحيوانات عليه الصلاة والسلام فأقبلت إليه تحمحم جاءت هذه العنز تحمحم وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال ثوبان واصفا هذا المشهد فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال بسم الله فحفلت سبحان الله بمجرد ما مسح نفس السلام على ضرعها انتفخ وحفلت وامتلأت من اللبن يقول فدعاني بمحلب لنا فأتيته به فحلب وقال بسم الله فملأ كل هذا الوعاء الذي حلب منه وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ادفع بسم الله يعني خذ هذا اللبن وأعطه لضيفنا فدفأت إلى الضيف ذلك الأعرابي فشارب منه شربة ضخمة ثم أراد أن يضعه يعني يبيرد اللبن فقال نبي صلى الله عليه وسلم عد يعني اشرب مرة ثانية فشارب منه ثم أراد أن يضعه فقال عد فشارب منه ذلك الصحابي مرة ثالثة بعد أن ارتوى رضي الله عنه أرضاه وبعد أن أكرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضيف بهذه الشربة وهذا الرزق من اللبن وهي معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هل اكتفى بهذا الضيف كلا بل أخذ هذا اللبن وذهب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فأعطاهن من هذا اللبن كانوا جوعا ولم يشربوا شيئا فشربوا من هذا اللبن حتى رووا جميعا ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهل هذه العنز فقال اللهم بارك لأهلها فيها يقول الصحابي رضي الله عنه فشربت بعد النبي صلى الله عليه وسلم شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك كيف لا وهو بعد ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تعطر ذلك الإناء بفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تعطر برائحة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبي الهدى الذي كان كريما في ضيافته كان سخيا وجوادا في إكرامه لضيفه كما تجلى في قصة هذا الأعرابي من البادية وحريصا النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ضيافته وعلى إكرامه وكان من ذلك معجزة من الله تبارك وتعالى لنبيه الذي كان حريصا على إكرام الضيوف بهذا القدر نكتفي ونسدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشترك البنز